كانت هذه بيس باكتس خدتنا الجودلوب إذن مع بلقيس نمشي والآن مع فقرة ممكن ورحمة كمون ممكن بشاركة مع ليسيو كما تفهمنا كنا نهار ثلاثة قلنا أنه مش نرجع في ممكن على قوانين وإجراءات تحكي عليها في تونس لكن يا أما ما دخلتش حاجة التنفيذ يا أما ما نعرفوش حتى الفين وصلت هذك عليش اليوم حبيت نرجع على مسألة تبسيط الإجراءات الإدارية واخترت التعريف بالأمضاء وما أدراك ما تعريف بالأمضاء اللي تونس سيستحقوه في برشة معاملات يومية وتخوا منهم وقت ومجهود متع تنقل ومستنية برشة في شدين الصف بسويع وبرشة طايل وبرشة وراق زادة وساعات تلقى أربعة من ناس في معاملة واحدة وارجع غدوة والحاجات اللي نعرفوهم الكل وهذا من المفروض أنه يتعارض تماما مع مبدأ تعصير الإدارة والتحول الرقمي اللي تونس حابة تمشي فيه على أسهل تسهيل الخدمات الإدارية وكذلك أنه نقسم البيروقراطية لتثق الكاهل المواطنين والمؤسس والمستثمرين وقتلس خاصة العالم قاعدة تاور ونحن دونزاناغ دانتليجانس أختي في سال معادش ممكن اليوم كل ضربة أو ضربتين المواطن يمشي يحب ورقة يقدلها تعريف بالأمضاء على أساس أنه الممضي يكون حضوره موثق جسديا فيه برشة تضيع وقت على التوينسة فيه برشة مصاريف يتحملها الشعب التونسي نحكي تقريبا على 150 مليار تتحمل المجموعة الوطنية ممكن الي يسمعوا فينا تويبته من الرقم هذا لكن هابش نفسروا كيفيش الزمنين الموظف الي بش يستحق أنه يعمل كنترات مثلا بتاع خدمة ولا أي ورقة بش يسويها وش يستحق ساعة ولا ساعتين كان مش قعد أكثر من هكا كتاغ وشهرية الموظف هذين تقسمها على ثمانية مش تلقى ساعة معالا قليلة من الخدمة ضاعت يوميا بخلاف لسيناتور دي بوزيم تاع المديرين اللي تلقى ساعات الموظفين في بلاسة وهي في بلاسة ويتنقلوا لها ويتعبوا وإلا لكورسيه هم اللي يقضوا يعملوا في اللي معنتها لتنقلت هذه وهذا أكيد فيه كلفة قعدة ماشية على المؤسسة ووقت ضيع من العمل كنرجعوا تاوى للإستوريك نلقاه اللي حكاية إلغاء التعريف بالإمذة تحكي عليها برشا مع تعاقب الحكومات وبش نترجع معاكم مع السيدة المستمعين بعض التواريخ في 2018 مثلا نستر الأمر الحكومي عدد 1067 اللي يضبط القوائم الحصرية اللي تستوجب التعريف بالإمذة وكذلك لكوربي كونفور وزيد تم التأكيد عليها وتفعيلها في المنشور عدد 7 صادر في 7 قد 2020 وقبل التأكيد هذا متاع 2020 كانت في 2019 وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أعنت على إلغاء زداء التعريف بالإمذة والنسخ المطابقة للأصل لعدد من الحالات وأنه بش يقع التنسيق مع جملة من الوزارات ويقع تقليص 52% من عدد الوثائق اللي تستوجب لسينة تورليجاليزي وحوالي 54% كذلك من عدد الوثائق اللي تستوجب نسخ متابقة للأصل وبين خاصين كما تعرف الوزارة هذية بتبعتها الكل معاتش موجودة في ماي 2022 انعقد مجلس وزيري قرر وضع خطة زمانية لدخول الختم المرئي اللي هو كوير كود حيز التنفيذ بالنسبة لجميع الوثائق الإدارية ومتابعة إنجاز الهوية الرقمية ونتصور لكم وصال لكم ديزي سماس على تليفونكم تحكي عن الهوية الرقمية واللي كان مفروض تدخل حيز التنفيذ في جويلية 2022 من بعد في قد 2022 الحكومة أعلنت عن تطبيقة المعارف الرقمي التونسي وأنه بشي تلغى التعريف بالأنذاء وفي ديسمبر 2022 في وثيقة الميزان الاقتصادي الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتخطيط قالوا اللي في تونس عازمين أنه نكملوا مصار يعني تبسيط الإجراءات الإدارية في 2023 وأنه بشي قع حذف حوالي 40% من عدد الوثائق اللي تستوجب التعريف بالأنذاء وكذلك لكوبي كونفورم دونك لتوا ما صار شيء المسميات تختلف كوير كود هو رقمية معارف رقمي لكن الوضع هو بيدو بنسبة المواطنين وعندهم نفس المعاناة في وقت العالم الكل قاعد يتعامل بالتوقيع الإلكتروني من سنوات وهنا نحب نشير الحاجة مهمة برشا ممكن برشا توينسا ما يعرفوهاش اللي عانى في تونس من عام 2000 معنتها قانون متعلق بالمبادلات وتجارة الإلكترونية ويعتمد الإمضاء الإلكتروني اللي يخلي عنده نفس القيمة القانونية للإمضاء الخطي وفما زادة أم بخوسيس للتثبت من سلامة الوثاق الإلكترونية وعدم إنكارها ولذلك مش ممكن تونس اللي من التسعينات هي رائدة معتها في تقديم الخدمات بالأنترنت وكانت من أول بلدان العربية والإفريقية ونظمة زادة القمة العالمية المشهورة متاع 2005 قمة المعلومات ما تكونش رائدة في إزداء الخدمات عن بعض وتحسب حساب بالسخطوء للناس والمواطنين اللي بعاد على الإدارة المركزية دونك عنا اليوم الكفاءات البشرية اللازمة عنا الشركات اللي تنجم تطور البرمجيات المتطورة يكفي نخدمه على البونية التحتية ونتخليه على الوسائل البالية والتقليدية هذية اللي معنتها معاجش ممكن كاملوا بها بشتونس الذكية والرقمية ما تبقاش مجرد شعارات وتحقيقها يكون ممكن ممكن بشاركة معها ليسيو ناتيك صحة رحمة كامون معدتها عن القوادين وعن المنشير وعن الأوامر واصدرنا كل شيء نحينا الوزارة نحينا تطبيقهم وعن الكويركود وعن كل شيء فما استثنائت واضحة ممكن أغلبها تتعلق بالمثلا النساعات اللي في المحاكم وغيرها لكن مفروض الحكاية ذات نحكيه فيتاو عنا سنين بالحق حق يعني ضيع برشا وقت برشا مجهود وبرشا فلوس مفروض أنه نحن نلقاه له حل جاذري إنفا بغطوت في نفس الوقت معناتها نشوف دول مش بعيدة علينا حتى معناتها طائرة تيران بالتحاول الرقمي نتع الخدمات متاحها العمومية واللي مسني أنا مش قولش يقهر ممكن كلمة كبيرة ولا وأنه يقهرني ساعة ساعة برشا نقولها ونعودها من الخدمات هذية اللي تخدمت في الإمارات في الكويت بهرين في السعودية لان وغيره خدمينا مؤسسة توينس وعننا برشا كمبيتنس في المجال هذي وطلقاهم مش تحكي كبيرة معت فما توسي يخدم شركة سعودة لا لا شركة توينسة معناتها فما شركة دي ما نخمم فيها لإكزام بتاعها يزيد القرن يكتر نحب ننسيها ساعة ساعة تحية لي خاطر ومعندهم حتى مرشي في تونس مش خاطر هما يخدموا على الإكسبار ما فما حتى حد استثاقهم وغاديك عاملين تحول الرقمي متاع من عشرات وعشرات الخدمات في الحكومية معناتها في دول وتعرف الحكومات هذه معناتها ومو مشكلة همور دونك فريمان ساعة تخيص شوية لكن ما ضاع علينا حتى الشاي المهم نحطه أسبوعنا على المشاكل ونجمه نقدمه ونحلوه إن شاء الله نعرش ليش كون الكلمة دي يتوجه لرئيس الجمهورية لرئيس الحكومة لأنه الوزارات وعندهم الامكانية أنهم يتثبتوا من أنك أنت الشخص المعني هذيك وتوصلنا معناتها الوقت فما برجة تطور في برجة هاردون وهذه حاجة ميش بش تعيقناه وسختولي نحن كما قلت حضرني لكل شاي بش نمشيو فيه ياتيك صحة رحمة كامون كنت هذي فقرة ممكن نمشي وفاصل قصة